بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الحسنى من الأسماء لمولانا العلي سبحانه وتعالى سميت بالأسماء الحسنى لأنها بلغت الغاية في الحسن والجمال فيها أسماء جلال وفيها أسماء جمال وفيها أسماء كمال الله جل وعلا سمى نفسه سبحانه بأحسن الأسماء من الأسماء من هو مشتق من صفة ومن الأسماء من هو علم على الزات العلية الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن منها ما هو توقيفي سمى الله نفسه بها كما ورد في حديث سيدنا أبي هريرة إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة قال شراح الحديث أحصاها يعني حفظها ومنهم من قال أحصاها يعني فهمها ومنهم من قال أحصاها يعني عمل بها أن يحيى الإنسان مع أسماء الله جل وعلا أن تعيش مع أسم الله الرحمن أن تعيش مع أسم الله الغني أن تعيش مع أسم الله الرؤوف فالأسماء توقفية ومن العلماء من قال بأن أسماء الله جل وعلا لو اشتققنا من القرآن بعضا منها ومن السنة لوصلنا إلى مئتين وعشرين أسماء وردت لفظة الأسماء الحسنى في القرآن الكريم في أربعة مواضع في أربعة صور في صورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ووردت في صورة طاها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ووردت كذلك في صورة الإصراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ووردت كذلك في صورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال العلماء بأن أسماء الله الحسنى تتنوع إلى ثلاثة أقسام أسماء جلال وأسماء جمال وأسماء كمال أسماء الجلال كاسم الله الجبار كاسم الله المنتقم كاسم الله المتكبر أسماء جلالية فيها يظهر جلال الله جل وعلا وأسماء جمالية كاسم الله الرحمن واسم الله الرحيم واسم الله اللطيف واسم الله الحليم واسم الله الكريم واسم الله الرؤوف ندعوه بهذه الأسماء وأسماء كمالية هي أن تجمع اسمين معا كأن تقول الرحمن الرحيم أو كأن تقول الجبار المتكبر أو أن تقول الملك القدوس أو السلام المؤمن تجمع اثنين معا إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه فليدعو ربه جل وعلا بأسماء الجمال حتى يعطيك ما تتمنى سبحانه وتعالى سنعيش إن شاء الله مع أسماء الله الحسنى نسأل الله جل وعلا أيطلعنا وإياكم على أسرار الأسماء وحقائق التقديس والثناء اللهم آمين وصلى الله على الهد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته